السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أزيكي أولاد رجعنا لكم اليوم فيديو جديد الفيديو هذا يا جماعة الخير جايبين لكم تجميع للمطفرين اللي يبغون يلعبون فورتنايت اللي يبغون يلعبون مرة ثانية لكن بسعر أقل من التجميع السابقة أنا أعتذر لجماعك إذا كان السعر مرتفع شوي لكن جبنا لكم تجميع نوعا ما نوعا ما فئة الدخول للبيسي أو فئة اللي يدخل ببيسي لكن يبغى يجرب فقط هالأمور ربح تمشي في بيسي سيشتري بيسي ثاني أو يطور سأجب لكم تجميع جداً حلوة وبدلنا لنوصل على 10.000 مشتركة جوعة الخير بدعمكم ولا أبي طول الفيديو أكثر من كده يا جماعة أحسي طولت الفيديو كثير مقدمة لأن كثير يشتكوها مقدمة فنبدأ الفيديو أول شي عندنا جوعة الخير المعالج هنا وهو الـ AMD Ryzen 3 1200 يأتي أربع أنوية سرعة النواة الـ 1 إلى 3.1 يقبل إلى 3.4 ماهو سرعة عالية لكن سرعة لا بأس بها يعني كتجريب أو كبداية يعتبر أنواع أربع أنوية لا بأس فيها ويأخذ منها البورس بلاي خمس ستين واط برضو راح يكون السوكت الموجودة EM4 فتركب معنا أي مدربور تقريبا الريزن أنا بالنسبة لي راح شوفه أربع أنوية وأعتقد أنه أربع ثريت برضو نعم أربع ثريت أشوفه كبداية كبداية لا بأس فيه عندك هنا يقول لك أن هاتسينك عند فان إن موجودة هالفان المروحة وموجود فيه هاتسينك اللي هي حق التبريد الـ CPU برضو فيه المفروضة أو المفروضة التي تضعها من أنواع الرامات اللي هو DDR4 2666 لكن هم يضعون الرقم ما على العموم ما علينا راح يكون عندك شاشة جوة أخر من جيجا بايت اللي هو Radeon RX 570 من EMD راح يكون أربع جيجا طبعا معروف كيف شركة جيجا بايت لا أحتاج أعرف عنها شوف ما شاء الله كم فيه مدخل ثلاث مداخل DVI ومدخل HDMI ومدخل عذراً ثلاث مداخل ديس بلاي بورت في مدخل واحد DVI ومدخل HDMI سوف تشاهد في الكرت فيه مروحتين وأعتقد فيه أنوار RGB على الجنب في أنوار RGB عندك ستوقف مراوحة طافية وغيجا بايت 24 ساعة كلها اللمبتين راح يحتاج تقريبا ثمانية بورس بلاي يعتبر لا بأسة بها عندك هنا ما هو الخصائص؟ يجب أن تحدث صفحة دائما لا أعلم لماذا نتحدث صفحة كثيرا لا أحتاج أن تتكلم كثيرا هنا أقول لك Core Clock اللي هو 1255 لا يعتبر سيئ ممكن أن تكسر شيء بسيط ويمشي أمورك بإذن الله 4 جيجا برضو الVRAM حق الكرت يعتبر نوعا ما ممتاز اللي هي GDDR5 ويدعم Direct X12 دائما مع Direct X12 كروت EMD راح تغطيك أداء أعلى هذا تقريبا شغلك أكثر لعب على ألترا من 60 70 فريم على حسب اللعبة لكن تكلم على لعب أولاين 60-70 فريم لو تكلم على لعب مثلا التختيم أو لعب ثقيلة يجب أن تنزل دقة لكن غالبا يشتري مثلا الكروت هذه يبغي يلعب مثلا زي ما قلناك وفورتنايت ومثلا وغراند ولكن كرت يعتبر جدا ممتاز برضو عندك MSI اللي هي Pro A320 تعتبر ماذربورد من الفئة الوسيطة أو الفئة الاقتصادية زي ما يسمونها تدعم Ryzen الجيل الأول والجيل الثاني برضو تدعم كروتا اللي هي Vega Graphics Card اللي هي كروتا المودة من جهة EMD ومعالجات أثانوان ومعالجات الرخيصة من EMD تدعم الرامات إلى سرعة 300 مع كسر السرعة فشي ممتاز طبعا هذا غير قابل كسر السرعة للمعالج أو كرة الشاشة اللي لن تعتبر الممارة رخيصة فها كل حجرة فيها مدخلين في أربع مداخل SATA اللي تضيف هردسكات تضيف أربع هردسكات برضو عندنا الروشينبين في مدخلين رام فقط ما في زيادة لكن غالبا مدخل رام متركب 16 رام جدا كافية هنا مدخل بسايي غير مدعم للأسف الألمنيوم هذا ما فيها طبعا هذا مداخل فيها أرى كم فيها مدخل USB فيها تقريبا ست مداخل USB اثنين منها USB 2 وأربع منها USB 3 وفيها مدخل LAN وفيها مدخل DVI و VGA والماوس والكيبورد القديمة هذا مداخل نسيت اسمها والله ما يحضرني الآن وفيها الـ Ethernet شيء ممتاز وفيها مدخل وفيها كرت صوت هذه كرت صوت البسيطة يعني شغلك بدون مشاكل بدون تنجا أي مشاكل هذا هي المدربورد ما أتوقع فيه شيء أكثر عن المدربورد هذه ولكن المساعدة تعتبر شكلة ممتازة في المدربورد من ناحية جودة وناحية اعتمدية بإذن الله نحن أخذنا الرامات من شركة G-Skill للـ Aegis ثمانية 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 قيقا لأنه تعتبر تجميعاً جداً بسيطة وسرعتها ثلاثة ألاف نقول توري كواند 2660 لكنا نزدنا عنها لأن رايزن راح يعطيك أداء أعلى لكن لا أرتفاع الرام السعر ليش أخذنا الرام هذا بالتعديل لأنه سعره جداً رخيص وفيه هاتسينك جداً جداً بسيط يعني ما في أي شيء عنه يعتبرها لا أقس فيه أيضاً عندك هنا ثلاثة ألاف ثمانية قيقا فقط أنت أخذ قطعة واحدة لماذا لا أخذ قطعتين؟ طبعاً لو أخذ قطعتين ستعطينا أداء أعلى لكن أنا أخذ قطعة واحدة لأن أنت لو بعدين تضيف قطعة ثمانية تقدر تضيف دون أي مشاكل لأنه زي ما قلنا الماذربور تدعم مدخلين فقط للرام هذا الشيء لدي هنا SSD جماعة الخير من شركة باتريوت أخذت 120 قيقا لأنه سعره معقول SSD طبعاً تضيف عليها النظام لكي يكون جهازك سريع يمشي لك الوضع طبعاً مهم جداً تأخذ SSD هنا لكي يكون الجهاز متوسط لداء أنت دعم على الجهاز لكي تساعده يعني عندك يعطيك الداءة أطول أكثر خاصة للويندوز لأن الويندوز صراحة بعد فترة تحميل ملفات الشهادة سيضعف أداءه لديك هنا سرعة القراءة تقريباً تصل إلى 560 وصابت لكتاب 540 تاب لا بأس بها جداً ممتازة وشركة باتريوت معروفة سراحة وقديمة جداً فأخذها ولا خوف عليها بإذن الله أو ممكن تأخذ من كينغستن نفس السعر تقريباً لكن أنا فضلت باتريوت بسبب أن سرعتها أعلى من كينغستن عندنا هنا HDD 1 تيرا هو 1000 جيجا بايت يعني تقريباً يحمل لك ما يقرب 13-14 لعبة بدون مشاكل سرعة 7200 RPM طب 7200 RPM يعني مهمة جداً مهمة هذه كل فيديو تقريباً يقول عنها لأنها جداً جداً مهمة كثيراً كثيراً يقول يا أخي عندي ألعاب تكرش عندي برنامج تكرش ومدري إيش أكتشفى هاردسك 5400 5400 جماعة يعني هو يالله يشغل الوندوز وتصفه أشياء هذه ما يتحمل الألعاب والبرامج المنتاج وكذا يكد يكرش عليك لأن سرعة بطيئة تعتبر لو نأخذ مثلاً لو أضعنا 5000 سأعطيها 3 تيرا أكثر لكن السعر سيكون نفسه السعر تقريباً سيكون 5400 سيكون لو نحص 1 تيرا سيكون تقريباً 160 ريال أعتقد 17 ريال لا ستأثر على أي أحد سيجمع لأنه قيمة جداً بسيطة لديه هنا السي سونكي جماعة وهو S12 المارك 3 450 واط جداً كافية تجميعها هذه وهو البرونز اديشن في توفير الكهرباء طبعاً الورنتي حقيقة البرونز اديشن خمس سنوات وفي سايلنت فان وانت سمارت فان يعني فما حاجة كافة عن سي سونك يعني تقريباً هي أفضل شركة موجودة للبرونز اديشن برضو يعني عندك صناعتها بلغة غالباً يكون بياباني الكامل لبرونز اديشن فهذا نقطة تحسب لهم يا جماعة والذي يأخذ مثلاً ببرونز اديشن رخيصة وصيني الفرق بينه هو البرونز ايبلاي الأصلي أو البرونز ايبلاي المعتمد مثل سي سونك والايفي جي اي والثيرمال التك والشركة المعروفة هذه إن أول شيء مثلاً يكتب لك 450 واط هي ما هي 450 واط نعتقد أن تقول أنها تقريباً تقريباً ستعطيك 430 واط لكن الشركات الصينية يكتب لك مثلاً 700 واط بنفس القيمة هذه لكن الحرفياً ما ستعطيك 700 ولا ستعطيك 600 ممكن يعطيك 580 هذا شيء والشي الثاني أنه الجودة حق البورس بلاي يعني توقع البورس بلاي هذا بإذن الله سيكمل 5 و 6 و 7 سنوات بدون أي مشاكل لو تاح البورس بلاي الصيني سيكمل معك السنة الأولى السنة الثانية ستطلع صوت بالمروحة وما أدري إيش السنسر خرب وما أدري إيش سيكمل معك سيعي عيش لكن سيكون مزعج لك لأنه سيزود الصوت المروحة وطلع صرير ففك عمرك ولو قدر الله ضرب البورس بلاي يا سبب حرائك أو ممكن يسبب شوك للماذربورد وتخرب عليك القطع كاملة أو تخرب عليك بعض القطع فأنتقع في نفسك والسالفة هذه واخذ لك 180 450 واط لو تقصد 150 واط لا يوجد فرق كبير سيزود 100 ريال أو حتى 50 ريال فهي جماعة جدا مهمة على الكهرباء لا تلعب فيها أبدا لا تركب شي صيني أبدا للكهرباء ركب ممكن معيش للكيس مو مشكلة لا تتبشي أمورك ركب مثلا حاجات البسيطة هذه لكن شي فيه ضغط كهرباء عالي لأنه هنا يصلك من الكهرباء نفسها من السورس يعني تجي 240 واط أو 200 واط أو عذره 220 فولت يحولها هو تقريبا على 650 واط يوزع على القطع اعرف ان فيه ضغط وحرارة وجهد عشان يضبط الجهاز عندك فأنت زي ما يقولون انك قني عن نفسك انك تسبب مشاكل سواء لك لنفسك أو لحياتك أو حتى الجهازك فهنا جوعة الخير آخر قطعة وللأسف ما حطت الكيس لأنه اسعاره في نيو ايج شار الشحر لنجاني فبيطلع لك أرخص كيس ممكن 450 أو 500 ريال لأن الشحر سيكون 300 ريال تقريبا فعشان كذا نقول حط اشتر محلي المحلي مليان المحلي تقريبا قيمة الكيس 200 ريال نحسبها عندنا هذه التجميعة كاملة جمعة الخير واصلة عندك كاملة بـ 1890 لو نزيد عليها قيمة الكيس الـ 200 ريال ستكون تقريبا 1900 ريال يعني ستكون 2100 ريال جماعة متخيلين على قيمة تجميعة قيمة تقريبا بلاي ستيشن أو قيمة بلاي ستيشن برو يعني مع اليد عشان يتبعون هذا ولا يقول لا بلاي ستيشن كبداية في البي سي تعتبر جدا حلوة جدا ومتازة بعد هناك ممكن تطور ممكن تجيب معالج ثاني ممكن تجيب برامات 16 ممكن تغير الكرت معنى الكرت يعتبر للآن يعني عايش وموره جدا جدا بالسليم فإلى هنا جمعتنا خير خلص الفيديو حقنا أتمنى أرجوكم على الفيديو لا تنسى تسوي على لايب سبسكرايب وشير كان معكم باسا من القاتل سوك يا جماعة ونوصل إلى 10 ألف بإذن الله قريب 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 دعمكم إن شاء الله وأنا واثق فيكم إن شاء الله بعد الله فإلى هنا جمعتنا خير نهاية الفيديو إذا فيه أي شيء أو أي سفسار أي شيء تتصل عنه ممكن تجيب على استقرام أو تجيب على سناب شات طبعا نفس اسم القناة بالضبط لكن بدون الاسم يعني أصفر إليه يسوكا مش بوكة مرة واحدة سواء في السناب سواء الإستقرام فهذا كل شيء عندي إلى اليوم فكان معكم باسا جماعة الخير من قاتل إليه يسوكا سبحانك الله وحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفر إليك والسلام عليكم